القهوة والملح والله لا هتدعيلي من قلبك بعد ما تجربيها هتشوفي بنفسك سواد عشرين سنة بيتساقط قدام عينيكي زي الرماد سواد الوجه حروق الشمس سواد وبقع الجسم عايز اقولك هيخلي جسمك شمعة بيضة بياض التلج ووشك فلتر طبيعي ما فهوش ولا سواد ولا تجعيد هيصفي جسمك ووجهك من سواد عشرين سنة من اول مال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بخوتي وحبيبي عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير معاكم مويا من قناة وصفات سحرية مع مويا النهاردة يا ست الكل عايز اقولك لو عندك سواد عشرين سنة في وجهك وفي جسمك عايز اقولك جبتلك وصفة الانقاذ السريع لو السواد عندك قديم وبقاله سنين وحروق الشمس والبقع وكمان سواد جسمك عانيت جدا وبقاله فترة عايز اقولك هفتفتهولك النهاردة وهتشوفي بعينيكي السواد بيختفي معاكي وبيتفت زي الرماض وصفتنا النهاردة فاضيعة يا بنات في طبيعي الجسم كله والوجه والمناطق الحساسة هتخليكي كده شمعه وياض التلج ابن ابدأ وصفتي لأول مرة شوفي قناتي ما تنسيش ضغطي على زر الاشتراك وتفعلي جارشاني مسلك مني كل جديد لايك للفيديو فضلا وليس امر بصي بايا ست الكل اول مكون معايا وهو الاساسي وهو الملح ملح الطعام العادي اللي انت بتستخدميه في المطبخ فايدة الملح هنا قوية جدا جدا لان الملح من الحاجات اللي بتخلي السواد العميد او السواد اللي بقاله فترة يتشال بكل سهولة كمان لو انت بتعاني من حبوب او بتعاني من بقع اصار حباية قديمة او اصار جرحة قديمة عندك عايز اقولك كمان هيخلصك منها ولو بتعاني من شعر تحت الجلد او جلد الوزة عايز اقولك الملح فضيع وسريع جدا جدا لتفتيح الجسم كله والوجه انا محتاجة يا ست الكل معلقتين هرميين صغيرين من الملح ملح الطعام العادي جدا بنفس حبيبة قلبي مقدار الملحة هنحط معلقتين من القهوة القهوة هنا بقى سواء غمقة او فتحة مش هتفرق معايا كتير في الوصفة اهم حاجة عندي ان انت تستخدمي قهوة سادة عشان ده افضل لك لان انت ممكن بشرتك تتحسس من مكون يعني من الحاجات اللي لو عندك القهوة محوجة ممكن يكون فيها اضافات مش مناسبة لك فهتستخدمي قهوة سادة خالص ينفع نستخدم النسقه فيه لكن مش هيبقى سريع زي القهوة العادية وهبدأ اقلب معلقتين من القهوة على معلقتين من الملح بنفس المقدار بالزبط عايز اقولك الوصفة دي او الطريقة دي مش هتعمليها كتير هي مرة واحدة بس وهتستخدميها لوجهك والجسمك والاي منطيع عايزة تشيلي منها السواد العنيد بعد كده بنفس المقدار بالزبط هنحط معلقتين من السكر يبقى معلقتين من الملح معلقتين من السكر ومعلقتين من القهوة هنا السكر سكراف فضيع جدا جدا لإزالة خلايا الجلد الميتة كمان مقشر قوي قوي ومبيض هيل خاصة بقى لما بنضيف البودر ده مع بعضه وكمان لما بنضيف القهوة معي هبدأ ان انا اقلب القهوة والملح وكمان معاهم السكر بالشكل ده لحد ما يتقلبوا معايا تماما على الناشف كده وكل المكونات اللي انت هتحطيها مع بعضها تكون مكونات متساوية يعني انا دلوقتي حطيت معلقتين من النشا لو عندك بقى بودرة تلج هتبقى ممتازة وفوق الممتاز بودرة التلج ممتازة او بودرة الاطفال حلوة قوي قوي كبديل للنشا لكن انا حطيت نشا لان النشا متوفر عندنا كلنا لكن بودرة الاطفال او بودرة التلج مش بتكون متوفرة عندنا ولو انت كمان عندك بودرة تعطير الجسم هتبقى حلوة برضو لكن ممكن المعطر اللي فيها يعملك تحسس ولا حاجة فالافضل انت تستخدمي نشا وهبدأ ان انا اقلب معلقتين من النشا بالشكل ده مع الوصفة بتاعتي الوصفة كده تقدري تعملي منها كمية كبيرة وتحتفظ بيها عادي جدا اخر حاجة بقى هنحطها مع بعض قبل ما نعمل الخلطة بالطريقة الصحة هناخد معلقة كبيرة من الخميرة مش خميرة الحلويات خميرة الخبز هنبدأ ناخد لانك لو حطيتش خميرة الحلويات او البكنج بودرة هتبقى حمية معاكي قوي خاصة ان في ملح فهتستخدمي خميرة الخبز او الخميرة الفورية هنا الخميرة من الحاجات اللي بتبيض اوي بتفتح اوي بتشلك كمان ترهولات المناطق الحسيسة وهتبدأ يتقلب البودر بتاعك بالشكل ده يا ست الكل هنا بقى ست الكل البودر بتاعي بقى جاهز البودر ده بتقداري تعملي منه كمية كبيرة جدا تقداري كمان تعملي منه مشروح حلو اوي 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 ليكي بيقعد معاكي ست شهور ما بيفسدش تماما لان كل المكونات اللي فيه مكونات جافة ما فيهاش اي مية بتقداري تنقلج عندك في برطمون وتعملي بقى منه الخلطة لتفتيح الجسم والخلطة لتفتيح الوجه هنعمل منه خلطة لازالة حروق الشمس وسواد عشرين سنة من الوجه لو عندك بقى عنيدة جدا وسواد وحروق عنيدة جدا عايزة اقولك الخلطة دي فاضيعة لو عندك كمان فرحك قرب وعايزة كمان تفتحي جسمك كله هقولك على الطريقة السحرية بالبودر دي للجسم تعالوا بقى نبدأ نستخدم البودر بتاعتنا لخلطة سحرية هنعملها وهنعمل خلطتين من البودر ده خلطة لتفتيح الجسم كامل وازالة سواد عشرين سنة وخلطة لتفتيح الوجه كله والرقبة وازالة حروق وسواد السنين من الوجه كمان الخلطة دي فيها قهوة وفيها نشا وفيها خميرة يعني لو بشرتك فيها تجعيد البودر دي هتنفع جدا جدا لشد البشرة اول حاجة هنبدأ ناخد من البودر بتاعنا ادي معلقة اتنين معلقتين من البودر ده وزي ما قلت لكم البودر ده بتقداروا تحتفظوا به لمدة طويلة جدا جدا علشان لما تحب ان انت تستخدميه لوجهك او لبشرتك او لجسمك هيبقى سهل معاك هاخد معلقتين من البودر بتاعي وهبدأ ان انا اجيب ليمونة وهبدأ ان انا اقسم الليمونة معاي بالشكل ده الخلطة دي لما هتعمليها وتقوم تشوفيها في جسمك وتشوفي بعينك السواد بيتشال معاكي قد ايه بكل سهولة هتدعيلي دعوة خير وهتشيري الفيديو لصحابك وهتقولي لكل حبيبك عليه وكمان لو حبيتي بقى تعملي منها مشروع هيبقى تزاحهم عليه جامد جدا هتبدأي حبيبة قلبي تقلبي القهوة مع الملح ومع الليمون بالشكل ده لحد ما يتقلبه لكن ما تقلبيش كتير هم تقلبتين اتنين بس الخلطة اللي احنا بنعملها دي ابنات للجسم فقط وهنعمل خلطة تانية اللي تفتيح الوجه والرقبة دي لها خلطة بالبودر دي ودي لها خلطة بالبودر دي بدأنا نحط معلقة من عصير الليمون تكون كبيرة او لمونة وبعد كده بقى حبيبة قلبي هبدأ ان انا اجيب ادي واحد اتنين معلقتين من اي نوع شمبو متوفر عندك بتستخدميه لشعرك ممكن تستخدمي شمبو بتاع الاستحمام او الجل دوش بتاعك اللي متوفر عندك هتستخدميه انا محتاجة معلقتين فقط من الشمبو عشان اقلبهم يبقوا معايا بالشكل ده والافضل انت تستخدمي غسول الاستحمام وهتقلبيهم حبيبة قلبي بالشكل ده بعد ما قلبناهم يا ست الكل هنبدأ نضيف اخر مكون معايا وهو معلقة من زيت الزيتون عشان زيت الزيتون هنا هيمنع التحسس هيديك تناعيم لجسمك هيمنع كمان الجفاف من البشرة وانت بتفتحي عشان لما تيجي تفتحي جسمك وتشيل السواد ما يحصلش جفاف وهتبدأ يتقلبيها بالشكل ده الخلطة بالبودر الاصلية والقوية لتفتح سواد عشرين سنة من الجسم كامل وكمان القدمين لو عندك تشققات في القدمين او عندك سواد فرجليكي اصور الصندل او حروق شمس هتقداري تستخدميها تعالي اقولك هتستخدمي الاول خلطة طبيض الجسم ازاي وبعد كده هنعمل مع بعض بالبودر دي خلطة مخصصة للوجه وللرقبة وإزالة حروق الشمس اول حاجة هتيجي قبل الاستحمام قبل ما تاخدي الشار على جسم ناشف من غير ما تحطي اي مية لازم تدهنيها على جسم ناشف واهم حاجة ان انت ما يكونش عندك التهابات او عندك تعويرة متعوراها ولا حاجة وهتبدأي تدعكي وحطيها على جسمك كله بحرقات دائرية بالشكل ده وتدهني طبقة منها وسيبيها بقى ربع ساعة بس تنشف على جسمك وبعد الربع ساعة هتمسكي الليفة وتبليها وبعدي عن المية السخنة خلي المية تكون دافية من السخنة وهتبدأي تجيب الليفة وتبدأي تدعكي جسمك بعد الربع ساعة شوفي النعومة شوفي البياض شوفي بنفسك بعنيكي كده السواد بيتسقط من جسمك ازاي وشوفي لو انتي من الناس اللي عندك شعر تحت الجلد كل الشعر اللي موجود تحت الجلد هيتشال معاكي كل الحبوب اللي في جسمك والبصور هتتشال معاكي نهائيا اعملي الخلطة دي مش بقولك مرتين تلاتة عمليها مرة واحدة بس وشوفي انتي بعينك الواصطة دي تعمل معاكي ايه استعمليها بقى مرة في الاسبوع مرة كل 15 يوم منين ما تحتاجيها تحتاجيها ولو انتي عندك تشققات في رجليكي ابدأي تعالي على كعب رجليك في التشققات وابدأي من غير بقى لا تحكي في رجليكي بالحجر ولا حاجة انتي هتحطيها كده بس على التشققات وتلبسي في رجليكي كيس او تحطيها على رجليك كلها مع كعب رجليكي وتلبسي في رجليكي كيس واسيبيها 30 دقيقة وبعدين شيل الكيس وشوفي بنفسك كل التشقق والجلد التخين خالص ده اللي في كعب رجليك وكل السواد والحروق اللي في رجليكي هتتشال معاكي ازاي وشوفي رجليكي دي هتبقى اشطى تمام؟ تعالوا بقى حبايب قلبي بالبودر ده نعمل خلطة تفتيح وبياض الوجهم وإزالة حروق الشمس والبقع من اول استعمال هتبدأي ست الكل تجيبي طبق وهيكون الطبق ده في معلقة كبيرة من الدقيق الابيض أو الطحين وهتبدأي تضيفي فقط معلقة مش هتقطري عن كده معلقة واحدة فقط من البودر بتاعي اللي احنا عملناه بالقهوة والملح معلقة واحدة هنا معلقتين هنا معلقة واحدة علشان البشرة بشرة الوجه بتكون مختلفة عن الجسم تماماً لها طريقة غير طريقة الجسم علشان ما يحصلش تحسس وكمان علشان تستفادي في التفتيح هبدأ ان انا اقلب الدقيق الابيض معلقة كبيرة على البودر بتاعي بعد ما قلبناهم يا ست الكل هنبدأ نحط عليهم معلقة صغيرة كده خالص من الزبادي او اليغارد وتقدر ان انت تستبدلي بالحليب السائل الله يسعد قلبك حبيبة قلبي ما تنسيش تعمل لايك للفيديو الله يسعدك يا رب وما تنسيش يصلي على سيدنا محمد في الكومنتات الله يجعله في ميزان حسناتكو يا رب هبدأ ان انا اقلب وطبعاً هنا الزبادي قليل وده اللي انا محتاجة انا مش محتاجة من الزبادي كتير انا محتاجة كمرطب للبشرة فمش محتاجة كتير هبدأ ان انا اقلب الزبادي بالشكل ده بعد حبيبة قلبي ما قلبنا الزبادي كويس هبدأ ان انا انزل تدريجياً بمعلقة صغيرة فقط مش هنقطر عن كده هي معلقة صغيرة او معلقة كبيرة من الميا العادية يعني ميا عادية خالص لا هي سخنة ولا هي دافية يعني ميا عادية خالص من الحنفية وهتبدأ تفك بيها الكريم شايفين جمال الكماسك فظيع في كل المكونات المبيضة اللي انتي هتحتاجيها واللي بشرتك هتحتاجها وهبدأ ان انا اقلب كويس اوي خطينا الزبادي لانه مرطب قوي بيمنع التحسس وبيدي كمان طبيض وترتيبها عميق هبدأ ان انا اقلب لحد ما اشوف كده ان القوام بقى معي كويس اوي كمان مفاجأة حلوة قوي طبقة الجلد الصمرة هتتشال معاك مع السواد وكمان لو عندك شعر وبري الوصفة دي هتشلهولك طبعا يا ست الكل في الوصفة دي انا محتاجة مرطب اكتر او اضاعف الترتيب علشان يديني ترتيب عميق انا بالنسباني هضيف معلقة صغيرة من العسل الابيض لو انت متوفر عندك عسل الابيض ياريت جدا ان انت تحطيه طيب لو انا مش متوفر عندي ومحطتش عسل الابيض هيأثر في الوصفة او مش هيخلي التفتيح يبقى احسن لا خالص العسل الابيض من الحاجات المرطبة اللي بتخلي البشرة نعمة قوي قوي وكمان بتمنع تحسس البشرة والالتهابات كمان من الحاجات المرطبة المناسبة لجميع انواع البشرة لو انت معنديكيش عسل طبيعي وعندك زيت لوس حطي معلقة لو انت معنديكيش اي مرطب خالص هتبدأي تستخدمي الوصفة زي ما هي من غير ما تحطي عسل ولا حاجة وبعدها هتبدأ ان انت تخسلي وشك وترطبي باي كريمك المرطب اللي انت بتستخدميه بعض الوصف وهبدأ طبعا لو حطينا عسل مش محتاجين نرطب بعد ما نخسل وشنا تعالي شوفي بقى جمال الكريم ده لما هتبدأ ان انت تحطي منه طبقة بالشكل ده كده على كل السواد والبقع والنمش وسواد عشرين سنع للواجه والرقبة وسواد بقى حوالين الفم وسواد الرقبة وسواد الواجه كله والجبهة هتبدأ ان انت تدهنيه بالشكل ده وسيبيه يا ست الكل من خمستاشر لعشرين دقيقة لحد ما يجف معاك واخسلي وشك بقى يا ست الكل وشوفي بنفسك بياض بشرتك ونعمتها هتستعملي بقى لو انت خارجة لو انت عايزة بشرتك كده عايز تخرجي كده بكل سكة من غير ما تحطي ميكوب ولا دالي السواد عايزة قولك فاضيع والبودر اعملي منه كمية كبيرة واحتفظي بيها في برطمان واعملي بقى الخلطة لجسمك والواجهك وانا قلتلك يا ست الكل هو الخلطة بتاعت الواجه هتستعمليها ازاي الجسم هتستعمليها ازاي وخلطة الواجه هتعمليها ازاي وقلتلك حبيبة قلب الغالية البودر هتحتفظ بيه ازاي وزي ازاي تقدر يتعملي منه كمية كبيرة يا رب اكون قدرت اقفتكم اشوفكم على خير والسلام عليكم شكرا شكرا